إذن تكلمنا في السكشن السابق عن عملية الـ Backup Unrestor وطبيعة الحال هي هذه عملية جدا مهمة لازم أنه ترفق في أي برنامج يتعامل مع البيانات مبدئيا فيمكن أنه اشتبكت بعض الأمور أثناء عملية كتابة الكود ولكن خلينا نوضح خلال هذا الفيديو فمبدئيا أول شي مثل ما قلنا أنه أنت تحتاج أنه تاخذ صلاحيات كمسؤول عند تشغيل البرنامج لإجراء هذه العملية باحتبار أنه نحن نجريها كأنتي يعني داخل الـ Entity Framework والفكرة العامة أنه أنت تتاخذ النسخة الاحتياطية وتبدو تحفظها على شكل ملف باكاب ثم على ذلك تبدو أن تقوم بعملية استعادتها بعملية عكسية من خلال كويري كويري الأولى اللي هي أخذ النسخة الاحتياطية مثل ما شفناه اللي هو عملية باكاب على الـ Database اللي هي تضمن لك اسم قاعدة البيانات وعملية استعادة النسخة فهي تكون عملية استعادة ضمن الملف اللي هو راح تتم عملية تحديدة وكل العمليتين فهنا يحتاجا من عندك وقت تايم للتنفيذ فعلى هذا الأساس لازم أنه نشغل كل العمليتين على أساس تكون عندك هذا Synchronous Method أو Synchronous Void فأوكي اثناء عملية أخذ النسخة الاحتياطية مثل ما شفناه أنه أول شي لازم تعمل الـ Void Maltec على أساس يكون عندك سيني كرونس وثم على ذلك تقوم بوضع try باحتباره يمكن تظهر عندك بعض الأقطاب بطبيعة الحال فهنا طبعا حتى أبدأ أحدد الـ Location أو الـ Path أو المسار اللي أنت راح تبدأ تحفظ فيه النسخة الاحتياطية أو ملف النسخة الاحتياطية فأول شي لازم تتبه أنه أنت ما تأخذ نسخة احتياطية داخل القرص C من الأفضل أن تأخذها على Flash Memory يعني ما راح يبدأ يسمح لك بهاي العملية أن تأخذ نسخة احتياطية أصلا على القرص نفسية اللي هو أنت مثبت علي البرنابج فعلى هذا الأساس عرفنا Folder Browser Dialog مثل ما تلاحظ الآن أمامك New From Folder Browser Dialog واخذنا الـ Result الخاصة فيه اللي هو Show Dialog فالآن انعرض عندي بعد ذلك إذا قلنا أنه المستخدم إختار الـ Path وضغط على OK يعني تمت العملية ما كان صلى العملية فأظهرنا في البداية Progress وهذا الـ Progress اللي أنت شفته الآن أمامك يمكن تستخدم هذا الـ Progress Bar أو أي عملية Loading وبعد ذلك بشكل مباشر قمنا باستدعاء المثود اللي هي ترجع لك قيمة تكون إما True or False اللي هي بطبيعة الحال تكون عندك Boolean هذه عندنا Result تكون عندك Boolean فالآن شغلنا هذه المثود على أساس تكون في عملية الإنتظار واللي هي عملية الـ Backup وأرسلنا لها الفولدر اللي هو في الأساس يمثل إني الفولدر Browser Dialog فإذا كانت العملية يعني صحيحة يعني إنه رجعت لنا True خلال الـ وظيفة فأوكي إنه كل شيء عندنا تمام أوكي إنه تمت عملية النسخ الاحتياطي بنجاح طبعا الآن باعتباره إنه هذه العملية أصلا هي تحتبر عندك Asyncronos فهذه تاخذ من عندك H تاخذ من عندك H تاخذ من عندك Time يعني بمعنى إنه راح يستمر في عملية تنفيذ هذا العملية لحين اكتمالها بعد ذلك ينتقلي لهذا الكود ويبديينها في ذلك إذا كانت True يعني رجعت لك True فأوكي إنه تمت العملية بنجاح ويبدي يخفي لي هذا الـ Progress وإلا فإنه أوكي في مشاكل إظهر المشكلة اللي أنت تريدها ويخفي لي الـ Progress هذا بالنسبة لعملية H بالنسبة لعملية الـ Backup وطبعا الـ Void الخاصة في الـ Buckup فهي تعمل كالتالي Try and Catch لحتى تضمن عملية يعني تراي يعني داخلي تراي تقوم بيرجاع True باعتبارا العملية انتهت بنجاح وداخل الـ Catch إنه تقوم بيرجاع False باعتبارا العملية فيها خطأ فأنا طبعا عملي إنيشيات من قاعدة البيانات اللي هي NewFromDB وأخذنا اسم قاعدة البيانات من الـ Connection مثل ما تلاحظة الآن أمامك بعد ذلك أعطينا String DB Backup يعني الاسم الخاص بالفايل مثل ما شفناه وتبدي تعطيه أي اسم إنه أنت تريده وربطته بالتاريخ والوقت أوكي وهو يكون عندك Year 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 على السنة ثم مع ذلك عندك Month Day Hour ومثل ما تتبع على سيكويل كمانت تتبع على سيكويل كمانت تتبع على سيكويل كمانت تتبع على عملية كتابته يكون بالضبط مثل ما انت تلاحظة أمامك بدون إنه يحتوي لك على مسافات أو أي عمليات أخرى Backup Database 0 to Disk يعني يمثل لك قاعدة البيانات بطبيعة الحال وهذا هو الـ Disk هذا الباث With these parameters يعني هذه البرامتر جدا مهمة لازم إنه تعطيها بنظر الإحتبار هذه اسم قاعدة البيانات مثل ما احنا عطيناها وأيضا لازم أن تعطي الـ Status عندك 10 minutes طبعا هذا يمثل لك Time اللي راح تجري به العملية بطبيعة الحال فأوكي هنا أجرينا العملية بشكل مباشر على أساس تكون عندك Execute SQL Command ومثل ما عرفنا إنه إحنا قد نجري هذا العمل الترانسكشن على أساس تكون عندك Entities وبالتالي فقلت له أوكي إنه String.Format مرر لي SQL Command اللي إحنا كتبنا هذا SQL Command و DB name اسم قاعدة البيانات و DB backup أوكي بهذه البساطة فأوكي return true أما بالنسبة لعملية الـ Restore عملية نفسها ولكن تختلف عندك إنه أثناء عملية الـ Restore إنه هنا عندك عملية Restore يعني عملية استعادة فأول شي لازم تستخدم Use Master هذه جدا مهمة وتقول Restore database from disk هذا الفولدر ما لتنا فايل نيم مثل ما تلاحظة الآن أمامك واجرينا العملية بنفس الطريقة السابقة Execute SQL Command ثم على ذلك على Entity String.Format SQL Command زادني DB name اسم قاعدة البيانات وعمل لي return على true إذا كانت العملية ناجحة وإذا في مشاكل return على false إذن هذه هي ببساطة طبعا نحن في نهاية المشروع حيرفق هذا الكود بالكامل وبالتالي تقدر إنه تقارن الكود مالتك الكود ليس صعب على الإطلاق مجرد إنه تركز في عملية كتابته مثل ما هو موجود بدون أي أخطاء ورح يبدأ يشتغل عندك بدون أي مشاكل شكرا